توافر السجائر الإلكترونية وقلة ثمنها ونكهاتها المختلفة والاعتقاد بأنها أكثر أماناً من السجائر العادية أدى إلى انتشارها بين أوساط طلبة المدارس ما يثير قلق أولياء الأمور خاصة في ظل ما يمكن أن يوصف بالشعبية الواسعة للتدخين الإلكتروني بين المراهقين يتزايد استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب حيث أبلغ أنه ما يصل إلى واحد من كل خمسة من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية يستخدم منتجات الفيبينغ في عام 2019 ارتبط التدخين الإلكتروني بإصابة خطيرة في الجهاز التنفسي ووفيات مبكرة وهناك الآن احتمال أن يزيد التدخين الإلكتروني من خطر الأعراض والمضاعفات الحادة لدى الأشخاص المصابين بفيروس سارس كوفي 2 الفيروس المسبب لكوفيد 19 تثير هذه المخاطر مخاوفة جدية من أن العواقب الحقيقية للتدخين الإلكتروني سواء على الأفراد أو المجتمع لم تعرف بعد تم اختراع السجائر الإلكترونية بهدف إنشاء إيادات أكثر فاعلية للإقلاع عن التدخين لمساعدة الأفراد الذين يواجهون تحديات في الإقلاع عن تدخين التبغ وأصبح للسجارة الإلكترونية القدرة على تطبيع سلوك التدخين بين الشباب بدلا من توفير حافز للمدخنين للإقلاع عن التدخين وإلى رأي الخبراء عن قيمة السجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين فعلى الرغم من تقديم وسيلة لاستبدال النكوتين إلا أن السجائر الإلكترونية تمثل مخاطر صحية خاصة وقد لا تشجع الأجهزة الأفراد على الإقلاع عن التدخين من جهتهم لا يزال أولياء الأمور يعبرون عن مخاوفهم من انتشار السجائر الإلكترونية بين طلبة المدارس وحصول أبنائهم عليها من خلال المدرسة بالرغم من رقابتهم ومتابعتهم المستمرة في المنزل فتدخين السجائر عاد سيئة مرفوضة وفي الوقت الحالي أصبحت السجائر الإلكترونية تهديدا كبيرا ومنفذا سهلا للأبناء لدخول طريق التدخين حيث تأتي بنكهات مثل العلكة الفقاعية الفاكهة حلوى القطن والبطيخ وغيرها حتى بتنا رسميا في عصر التدخين عالي التقنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة